اشتركوا في القناة والمدرسة تعتز بها جدا وهي تلازمنا في كل محاضراتنا بالرغم من نعمة التخرج بالامتياز لأنها ترى أن التلمزة والتعليم لا يتوقف وهي خادمة مميزة جدا في وسط الشبات ووسط الخدام وتدي مسأل حلو جدا للي بيدرسهم في المدرسة من جيل إلى جيل النهاردة بمعونت ربنا هتقدم لنا موضوع مميز جدا بيشغلها قلبيا عن الاتحاد بالمسيح أو ما يسمىه الآباء نظرية الانجماع الكلي انجماع الكلي اللي هو أن المسيح هو بؤرة ومركز ورأس البشرية يجمع ويستقطب ويوحد ويجمع الجميع فيه هو مركز الدائرة هذه الفكرة اللاهوتية مأخوذة عن تعليم القديس بوليس الرسول في رسالة أفاسوس وقد طورها الآباء بامتياز وتناولها العديد من الآباء حول هذا المحور وهذه الفكرة بيدور البحث بتاع أختنا سامية وأنا وجدت أن البحث ده مميز وأنه نستفيد منه ونتعلم منه وأنا أولكم ربنا يديها نعمة وأرجو أن نحن نلتقط هذه الإشعاعات والتعاليم الآبائية الأرثوزوكسية السليمة لكي نتعلم كيف كان الآباء يفكرون وكيف كانوا يكرزون وكيف كانوا يخدمون ويكتبون أشكر أبونا كثير على تشجيع وليا وفعلا أنا بيجي بستفيد والموضوع ده من الحاجات اللي أنا حبيت أن أنا أسمع بخصوصها في الموضوع ده من أبونا بخصوص الإنجماع فأتيجي بس عاولها دلوقتي بنقول كل عجنة البشرية في السوقتوكيات كل جملة في السوقتوكيات بتخلينا ندور على مين من الآباء ركز اشتغل فيها اشتغل فيها وليه فيش شروحات فكل عجنة البشرية أعطتها بالكمال لله الخالق وكلمة الآب دي بنقولها في سوقتوكية الخميس القطعة الستة فإحنا لما نيجي لكلمة عجنة البشرية دي شغلت بالنا كثير يعني اللفظ نفسه محتاج شرح محتاج فهم هو طبعا إحنا بنفهم إنه هي المسيح لما اتخذ جسد من العدرة الجسد دي لينا يعني مننا والأجلنا فهي الموضوع اللي كل ما يخصنا صوت المسيح أكيد يخصنا فعشان نفهم بقى الكلام ده محتاجين نرجع الأول ليحنى 11-14 وبرضو تفسير القديس كرولوس لما بيقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا طيب الكلمة صار جسدا إحنا فهمنا إنه هو مش مش تحول لجسد طبعا لكن ما هو تجسد وتأنس ويكمل لنا عشان نفهمها صح بيقول وحل بيننا عشان نفهم إيه المقصود إنه هو في سكن في ساكن وفي مسكن طيب لما نرجع للآية باليوناني هنلاقيها كيء لغوس ساركس إيجينيتو كيء سكينوسين ينهمين حل بيننا اللي هي سكن فينا سكن فينا دي بقى هي اللي هنشتغل فيها في الموضوع ده هي اللي هتفهمنا يعني ايه كل عجينة البشرية أعطتها بالكمال يعني ده حاجة خاصة بالجنس البشري كله يعني عشان نفهم ليه تجسد المسيح كمان الهدف الشامل لتجسد المسيح يخص بداية من هنا من وقت ميلاده على الأرض وهو طبعا المولود منزل أزل لغاية الانجماع في المجيء التاني وإلى إيه إلى حدن الآب طيب إحنا دلوقتي عشان معنا كده حلول الكلمة في الطبيعة البشرية وإن بنوعا ما يعني لو إحنا اتكلمنا فيه ده بنقول كل حاجة بتخص العقيدة دي بنقول يصعب وصفه ويصعب تعبير عنه طب هنفهم إزاي الكلام ده الأول لازم نعتبر إن مفهوم الأباء ومفهوم الكتاب المقدس إن اللحم والدم ده شيء واحد متصل ببعضه فيه ونرجع لكتاب المقدس قال لنا الكلام ده لما بيكلمنا في يوحنى في كورونسوس الأولى 15 بيقول لنا بيتكلم على إن كل جنس لي جسد واحد للناس جسد واحد للطيور جسد واحد والبهائم كل جنس والأسماء جسد واحد إحنا كبشر لنا جسد واحد طيب كمان فيه برضو في أعمال الرسل يقول وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يعني إيه صنع من دم واحد البشر أسرة واحدة قدم وحواء من دمهم كل جنس البشري طيب برضو لسه مش فاهمين يعني إيه كل عجنة البشرية أعطتها بالكمال يقول القديس غريغوريوس النيسي البشر كتير بس من نفس الطبيعة البشرية واحدة يبقى برضو الإنسان واحد من خلال ده كله الإنسان واحد كلمة حل فينا مهمة قوي حل فينا يعني المسيح الله الكلمة اللي هو مولود منذ الأزل تجسد وتأنس واتخذ جسد من العذرة واتحد وجعله هيكل له المسيح هو الوحيد اللي جسده اسمه هيكل لأنه هو الله ما فيش أي حد تاني جسده اسمه هيكل وإحنا يقال علينا هيكل الله لأن روح القدس بيسكن فينا هو الله طيب دلوقتي لما نيجي نفسر ده بنقول كلنا في المسيح يعني إيه يعني العنصر البشري المشترك لما المسيح حل سكن فينا العنصر المشترك للبشرية متركز في شخصه يعني تركز في شخصه بالتالي هو اسمه أدم الأخير ليه أدم الأخير عشان هو من ناس لأدم وفي نفس الوقت بميلاده بتجسده بميلاده المعجزي بتجسده فيه أصبحت البشرية في حياة جديدة حياة جديدة ليه حياة القداسة والبر فأصبح هو أدم الثاني ويقول القديس بولس أدم الأول نفساً حياً أدم الثاني روحاً محيان برضو هنفهم أكتر كل الكلام ده من شرح القديس جرولوس لما الكلمة اتخذ هيكل أخذ له هيكل من العذرة فأصبح إيه؟ كل البشرية إحنا من فيه بترتفع إلى قمته بترتقي إلى شخصه بنقول عليه هو أدم الثاني طيب مين هو؟ لو إحنا حبينا نعرفه نقول تعاين ابن الله بقوة بالقيامة من الأموات هو عرفناه بميلاده المعجزي اتكلم عنه الأنبياء عمل معجزات عمل معجزات فعرفنا بشخصه كمان بقيامته من الأموات وأباد سلطاني الموت فهنا ابن الله تعاين بقوة هو اللي اتحج بينا هو اللي اتخذ جسدنا هو اللي بيوحد وحدنا معاه أدم الأول كان بداية انقسام البشرية كلها يعني هو فرقة وانقسام اللي ينبع كله هنتكلم عنه اللي هو في المسيح بأدم الثاني حتى يقول لنا بولس على أدم بيتكلم على أدم الأول بيقول الذي هو مثال الآتي هو مثال أدم الثاني إحنا لما باتحادوا بينا بنارتقي في شخص وكلام ده ما جبناهوش من عندنا بيقول في مزمور أنا قلت أنكم قالها وبانول عليه كلكم الكلمة دي قالها يوحنى كررها كتير لما بيكلم مع اليهود وكانوا بيجدلوه وقال لهم ليس مكتوب فينا موساكم أنا قلت أنكم قالها وبانول إيه وأنا قلت عليكم إن كانت إيه إن كانت إليها لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب يعني أكيد أكيد الكلام ده لإحنا لازم ده إيمان ده إيمان فإحنا فعلا إحنا باتحادوا بينا الدنيا حياة جديدة دخلنا في الحياة الجديدة ده هو ده خلاصنا ده مفهوم الخلاص عندنا طيب لما اتحد لما حل وسكن بيننا احتوانا في لما حل سكن فينا احتوانا في وصلحنا مع الآب في جسد واحد وقدمنا لله الآب وأظهر لنا الآب طيب فيه برضو في الكلام ده بنلاقيه في أفاسوس اتنين ستتاشر وثمنتاشر ده الخلاصة اللي هي يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلة للعداوة به لأن به كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب صالح الاثنين اللي هو يقصد البشرية كلها اليهود والأمم كل البشرية كل إنسان وأخيه في جسد واحد الجسد ده يعني كل كل كلام على الجسد اللي اتخذوا المسيح من العدرة على عجلة البشرية اللي أخذها من العدرة ودي بالصليب قتلا للعداوة قتلا يعني باستمرار قتلا للعداوة وبعدين بيقدمنا به كلينا كدوما إلى الله بروح واحد بيقدمنا بالروح القدس لله القاب بنشوفها يعني ده المسيح كده بنشوف السلوس القدوس طيب دلوقتي هنشوف أقوال الأباء في كل الكلام ده يعني عجلة البشرية عطتها بالكمال الأباء بيفسروا الكلام ده أكتر هنشوف قديس عندنا أساناسيوس قال كل ما كتب فيما يختص بنصوة المسيح يرجع لنا إحنا يعتبر الجنس البشري كله يعني كل حاجة عملها المسيح بنسوة خاصة بي أنا وخاصة بينا كلنا بكل البشر قديس بيقول جميعنا كنا في المسيح وشخصية البشرية في عممياتها كانت ترتقي في شخصه دي فيه كمان قال لنا برضو كان يحملنا في ذاته من حيث أنه لبس طبيعتنا يبقى كده إيه جسده هو جسدنا نحن يعني ده بفهمنا جسده هو جسدنا ده بفهمنا يعني إيه برضو ليه كل عجينة البشرية ليه قالت في السؤوت كية الجملة دي كل عجينة البشرية أعطتها بالكمال عشان إحنا جسدنا والشخصية البشرية بترتقي في شخصه ده كلام القديس كرولوس بعد كده النقطة المركزية لتدبير الخلاص حاجتين اتحاد الله بالبشرية ونجمع الكل في المسيح ونجمع الكل في المسيح يبقى كده ده ده الخلاصة طيب إحنا عشان نفهمها أكتر لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح دي أفاسس 11 تدبير ملء الأزمنة كلمة تدبير معناها اللي هي إيكونومية بس لسه ما جاتش ماشي عشان نفهم دي هنربطها بالآية بتاعت يوحنى 17 21 ليكونوا هم أيضا واحدا فينا الأول ليكون الجميع واحدا كما أنك أيها القاب فيا وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحد فينا القديس إيرينيوس شرح المفهوم ده طبعا إحنا قديس إيرينيوس أحد لهوتية القرن الثاني وهو تكلم كثير يعني ليه الكريستولوجي بتاعه وأبونا شرح أبونا أساناسيوس وخصونا شرح فيها كثير فكان بيقول في ملء الزمان صار الكلمة منظورا ويجمع كل شيء في نفسه ويحتوي كل شيء يحتوينا كلنا فيه ويبيد الموت ويظهر الحياة ويعيد الشركة بين الله والإنسان بعد كده ده الاتحاد الأقنومي ده اللي بسببه صارت الطبيعة البشرية في عمق الشركة مع الطبيعة الإلهية وفي نفس الوقت نالت منها البرق والشفاء دي مش بس كمان كده لكن من ناحية لكن أكتر من كده ارتقت في إيه إنها نالت الفرح والمجد اللي هو قدمه لها بالاتحاد ده فده مفهوم الاتحاد الأقنومي اللي احنا اتغنينا به بنقول كمان يقول يقول القديس الاتحاد الاتحاد ده هو الأساس اللي بيه إحنا كمان نتحت بالله وفي نفس الوقت وحدتنا مع بعض من خلال وحدتنا مع الله يبقى وحدتنا كلنا مع بعض السيد المسيح بعد ما أسس سر الأفخارستية في حنا 17 بيطلب من الآب وحدة المؤمنين فبيقول قدسهم في حق ليكون الجميع واحدا قدسهم قديس كورولوس بيقول معناها أنه بيطلب حلول للروح القدس لأن الروح القدس هو اللي بيدي القدسة وهو الروح الوحدة هو اللي بيوحبنا مع الله وهو اللي وحدنا مع بعضينا طيب برضو مفهوم الوحدة بيكمل السيد المسيح بيشرح بيقول لنا لكي كما أنك أيها القاب فيها وأنا فيك ليكونهم أيضا وحدا فينا يعني نفس المفهوم طبعا إحنا فاهمين أن وحدة القاب والابن وحدة في الجوهر وحدة لا تنقسم لا تنفصل وحدة متميز متميزين لكن غير منفصلين لكن هو لما بيطلب مننا أن نحن نكون في وحدة معاه دي بالقوة بالنعمة اللي بيديها لنا بنرتقي في شخصه ونرتقي إلى قامته فده اللي هو المفهوم اللي هو بيديه لنا يبقى كده هو مش عايز وحدتنا بيه مش علاقة حب بس لا ده مفهوم أكبر من كده بكتير قوي اللي بيه بنقول عشان كده لما كل ما بنسمع سيئة توكية دي كل عجينة البشرية عطتها بالكمال ده إحنا خدنا مجد وغنى لأنه هو أدم الثاني اللي أغنى البشرية أدم الأول أفقارها بكل ما قتى إليها بالفساد والحزن أدم الثاني أغنى البشرية بكل ما قتى بليها الفرح والمجد طيب إحنا دلوقتي لما نيجي نتكلم يبا إحنا دلوقتي يعني الكلمة دي عجينة البشرية خلتنا ركزنا قوي في كلمة سكنة فينا كمان هنركز برضو الآيات اللي هي من إحنا 17 يتكلم كتير يكونوا واحدا فينا كما أني أنا يعني كاني أنا في الآب والآب فيها كلها على الاتحاد اتحاد بينا طيب برضو عشان نفهمها أكتر الله الآب سرقا يعني نرجع تاني لأفاسوس واحد أفاسوس واحد عشرة لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح إحنا لما نيجي نشوفها إيس إيكونوميا 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 أبونا عطهالنا طبعا كتير إن هي تدبير الخلاصة إيكونوميا معناها تدبير شؤون البيت والمسيح والله هو الذي يدبر شؤون البيت والذي هو الكنيسة ده معنى الإيكونوميا إيس إيكونوميا لتدبير ملء الأزمنة كل أعمال الخلاص تمت في ملء زمان من أول الميلاد لكل أفعال الخلاص اللي عملها السيد المسيح ملء زمان وملء زمان بقت ملء أزمنة ليجمع تحت رأس واحد اللفظ ده حروفه كتير كلمة كبيرة بس طبعا مفهومها مهمة جدا جدا وده يعني الكلمة دي من أول الحاجات اللي تعلمناها هنا في تيرانوس إن أبونا عطهالنا في شخصية إيرينيوس إن هو تعمق فيها كتير قوي أنا كفالي كفالي وصاستي أنا كفالي وصاستي ليجمع تحت رأس واحد معناها من جديد يجمع من جديد تحت رأس تحت قطب تحت إيه تحت رئيس من جديد يجمع كل شيء تابنده أنتو خرستو فيه المسيح كده دي دي الآية دي بتوضح لنا إيه مفهوم التجسد ليه ليه المسيح تجسد ده سبب شامل شامل وحقيقي لمفهوم التجسد طيب المسيح السيد المسيح حبي فهمنا ما شئت الله السابتة عبر الظهور ما شئته بكى قدام أرشاليم وقال لها أرشاليم يا أرشاليم كم مرة ونكمل الآية كم مرة أردت أن أجمع بنيكي كما تجمع الدجاجة فراخها إحنا أرشاليم اللي ربنا بيدعينا عشان يجمعنا فيه علشان نكون عشان يوحدنا به طيب طبعا هو هنا كان بيقول الآية دي هو إله الظهور اللي هو بيجمع بيكلم البشرية كلم البشرية كتير وهي كانت ايه مش بتطوع مش بتريد طيب ليه عايز يجمعنا فيه علشان لرد كل شيء عودة كل شيء لأصله طبعا الانجماعة يقصد به هنتكلم برضه عليه تفاصيل أكتر هو قال الكلام ده المسيح اتكلم المشيئة الإلهية هو قالها ليكونوا واحدا فينا دي قالها في آخر ليلة فيه على الأرض آخر آخر حاجة قالها وكان بيطلب من الآب أنه نحن نكون واحد فيه فكان هنا ليجمع طبعا وكمان هو مات من أجل تحققها مات من أجل أن يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد دي يوحن 11 طيب احنا دلوقتي عايزين نفهم برضو يعني ايه وحدنا به قديس غسطينوس قال أدم لما مات أشلقوا مالة العالم كله يعني حصل المفهوم ده طناصر ايه حصر طناصر اه فإحنا حتى دي الانقسام ده بنشوفه في حدسة برج بابل تشط اتعدد الألسنة وتفرقوا ده هي دي الوصف كمان لما جي المسيح الجمعت البشرية بداية التجمع ده شفناه في اه في يوم الخمسين بقى التكلم بالألسنة يوم الخمسين ف ده الإيكونومية ده التدبير الخلاص اللي بيعمله القاب بالإبن في الروح القدس من أول التجسد للفداء لغاية الانجماع في كل شيء في المسيح حنشوف بقى أقوال قديس إيرينيوس هو طبعا قديس إيرينيوس ده في القرن الثاني وكان ليه كتابات كتير في كتاب ضد الهارتقاط وكان بيقوم الغنوسيين كان بيرد عليهم كتير قوي وبعدين من كتاب ضد الهارتقاط حنلاقي ان فيه كتير قوي يتكلم على الانجماع في المسيح أول حاجة من أقواله على الانجماع في المسيح المسيح اختزل في نفسه التاريخ البشري كله في شخصه المبارك يعني المسيح جمع كل التاريخ البشري من أول آدم إحنا لو شفنا في إنجيلي لوقى هنلاقي ماسك الاثنين وسبعين جيل من أول آدم من أول المسيح راجع لآدم بيربط النهاية بالبداية كل تاريخ البشري جمع السيد المسيح في نفسه ووحدنا به واحتوانا فيه وصالحنا على الآب وجمعنا وإدانا الحياة الجديدة دلوقتي لما يعني كان بيجمع كل التاريخ البشري ده ويقول لنا كمان إن هو إنسان الأول كان طبيعة حيوانية علشان المخلص هيكون إنسان روحاني المخلص ده اللي هو إحنا قلنا إيه قدم الثاني روحا محيا فلازم هو ده اللي هيخلصنا فده هو ده اللي هيعيد فيه اللي بنجمع الكل في المسيح يستعيد يتم استعادة وتجديد كل البشرية في ملء في ملء يتم فيه ملء الوجود الكل للخليق مع الخالق معا دلوقتي الغاية تاني حاجة عليها إيرينيوس غاية التجسد يجمع المسيح كل شيء في نفسه غير المنظور صار منظور غير المدرك صار مدرقا غير المتعلم صار متعلما دلوقتي المسيح الكلمة تجسد هو كان الأول ويفوق الكل ويفوق كل السمائيين وكل الملائكة وكل غير المنظورين يفوقهم كلهم لما تجسد برضو هو يفوق الكل لأنه بقى أيضا يعني هو تجسد وتأنس وبقى على ما هو عليه هو الله الكلمة فبرضو يفوق المنظورين ويفوق الجسديين وبالتنين دول بالأولوية دي كلها أصبح هو رأس الكنيسة ويجمع الكل فيه ويجذبهم إليه أنا إرتفعت عن الأرض أجذب إليه الجميع ده هو هدف من أجله تجسد نوحبنا نوحبنا بيه وكمان إحنا قلنا اتحاد الله بالبشرية ونجمع الكل في المسيح إنجمع في المسيح ليه للاتحاد به علشان يوحدنا به ويصلحنا على الآب يقدمنا للآب ويظهر الآب لنا طبع علامة صليبه على كل شيء والخطيئة اللي هي بسبب الشجرة أزيلت بإطاعة المسيح اللي هو ابن الله بأنه هو الشجرة اللي تصلب عليها بمطيعن الآب ده الخريستولوجي بتاع قديس إيرينيوس وده المفهوم بتاعه كمان نتكلم برضو على إنجماع نتكلم عنه قديس إيرينيوس في قانون الإيمان بتاعه هو حط في قانون هو من يعني الغيث هو من لهوتين القرن الثاني في الوقت ده اتحط قانون إيمان مختصر حنلاقي إن هو في قيل هنشوف آخره بس هنقوله يجمع كل شيء في نفسه ويقيم جسد البشرية كله ويعيد الحياة ويعيده إلى الحياة حتى تكسو كل ركبة مما في السماء وما على الأرض أمام ربنا يسوع المسيح بحسب مشيئة الآيب غير المنظور كده يعني من كتر العقيدة دي اتكلم عليها أكتر من خمسين مرة لانجماع في المسيح وإحنا لو إحنا شوفنا حتى الصورة اللي هو بيرسمها لنا في الآخر لما بيقول يعني المسيح رأس الكنيسة وإحنا هنشوفه هنشوف هو المسيح هو الرأس الأيكونة دي المسيح هو الرأس وفي جسده الكبير بيحتوي الكل مهتحدا بالرأس نعم مهتحدا بالبشرية كل جسد البشرية بعد كده الانجماع الكل يتم في المسيح في مجيء احنا قلنا في مجيء الثاني ده اللي قاله في القانون الإيمان المختصر بتاعه وبعد كده الانجماع الكل ده هيقول برضه قديس إيرينيوس من أجل صلاح واحده بزل نفسه لأجلنا لكي يجمعنا جميعا إلى حضن الآب ده في ضد الهارتقاط يعني احنا قلنا أقوال كتير قوي من كتاب ضد الهارتقاط وفي نفس الوقت اتكلمنا عن كل اللي أنا قلته من أقوال إيرينيوس من كتاب أبونا أساناسيوس اللي هو قديس إيرينيوس ومن كتاب قصد الظهور لمركز باناريون اللي هو بتاع دكتور عماد موريس اللي احنا خدنا جزء منه في محاضرة التدبير الخلاص في يعني تأمل كتير في حاجات أقوال كتير قوي بتخلينا كل ما نقرأ في الاتحاد الأوكنومي وكل ما اللي احنا ده هو ده المفهوم بتاعنا مفهوم الخلاص بتاعنا حاجات كتير قوي يعني في السوقتوقيات بتبقى واضحة بنفرح ان احنا بنقولها فطبعا ده شيء حال بعد كده لما نجي نتكلم على الاتحاد الأوكنومي بنقول ان هو اتحاد بينا بقى فيه ارابة بيننا بحكم الارابة دي بيعيد الالفة والتوافق بين الله وبين الانسان لانه كان حصل اول الخطيئة افسادة العلاقة بينهم اول خطيئة اول عداوة كانت بين الله والانسان بسكوت آدم وبعد كده العداوة بين الانسان واخير انتهت بالقتل هبيل يعني احنا بحكم الارابة لينا بيعيد الالفة الالفة بين كل معاه ومع كل البشر فده ده كل افعال الخلاصية او دي الحقيقة الالهية اللي احنا بناخدها من مفهوم الاتحاد بالله واللي نجمع في المسيح فطبعا احنا حتى بنقول ان هو من لانه حكم الارابة هو واحد مع الله في الجوهر بحسب قليهيته واحد معنا في الجوهر بحسب بشريته فاحنا بحكم هو الوسيط بين الله والانسان هو اللي صلح ما افسده آدم هو اللي صلح هو اللي اعاد يعني مش بس غفران الخطية هو اللي اتم كل الوعود اللي احنا يعني اعطونا كل المجد اللي احنا بدأ على الارض ولسه يعني هيتم في السماء بنقول لهوت واحد اخر حاجة بقى واحد من اثنين لهوت قدوس بغير فساد مساوي للقاب ونصوت طاهر بغير مبادعة مساوي لنا كالتدبير فاحنا لما كده بنقول الكلمات دي مش بس طبعا الجملة دي بس السيوتوكيات كلها لما نقراها دراسة لكل كلمة قالها قديس كرولوس قديس اساناسيس كل اباء كنيستنا كل العقيدة يعني ده يعني احنا بدأنا بكلمة كل عجينة البشرية اعطتها بالكمال وده كان مجرد بس تأمل بسيط يعني حاجة شكرا اكتر حاجة تفرح حصلت اكتر حاجة تفرح لما الطلبة بتواتي رانوس قدموا مشروعات تخرج قبل التخرج وكل الطلبة الخريجين اللي اخدوا شهادة تخرج جموا وقعدوا هنا في هذا المكان وقدموا مشروع تخرج اختنا العزيزة سامية قدمت مشروع تخرج لكن لم تتمكن ان تكون معنا في يوم حفلة تخرج لانها كانت في امريكا هي من العشر الاوائل وانا بعتز انه المدرسة بيحصل بنعمة ربنا وبعمل معرفته وبصلواتكم انه بيجرى نقلة للشخص الدارس بيقيس هو شخصيا نفسه قبل وبعد ودي حاجة احنا بنفتكر بيها لان قصد المدرسة الترقية والتعليم والتنوير وانه الخادم تضاف الى رصيده معرفة لاهوتية وخبرة تؤثر فيه على المستوى الشخصي وايضا تنقل خدمته نقلة نوعية لانه لا معنى للتعليم اللي هو تسليه وحشو دماغ من غير ما ينقل الشخص وكمان سامحوني ما ينفعش الواحد يدخل معهد او يدخل مدرسة سنة واثنين وفي الاخر خالص يطلع زي مدخل لم يطرق عليه تغيير فيه اماكن كتير بنستفيد منها عشان كده الطالب الشغوف اللي يحضر ويتعلم بنهم بشكرك كتير اختنا العزيزة البحث ده وبشكرك على معذبتك معنا وكأنك طالبة مبتدئة وروح التلمزة المستمرة بتسقل الانسان وكل من يريد ان يتعلم وكل من يريد ان يتتلمز الله يعطي له لان من يطلب يأخذ ومن يقرع يفتح له فاتمنى ان احنا كطلبة الطلبة اللي معنا اللي في سنة اولى يبقوا عارفين انه موظبتهم والمجهود اللي بيبزلوه راح يأثر ايجابيا كتير على نموهم في المعرفة وفي الفضيلة خاصة ان من يأتوا الينا ليعلمونا في هذا المكان ناس من اندر المعلمين ليس فقط في مصر بس لكن في الكرازة المرؤوسية في الداخل والخارج اشكر ربنا من اجل الفرص ديت وهي النهاردة اتكلمت على نظرية الانجماع الكلي بدايات هذا الفكر عند القديس بوليس الرسول في افاسوس لما بيقول ليجمع كل شيء في المسيح يسوع واخدها وطورها الاباء وسموها نظرية الانجماع الكلي ان المسيح هو مركز الدائرة مركز الدائرة اي وطر من المركز يوصل للايه للدائرة كلها لان المسيح هو البقرة هو المركز هو المحور الذي يستقطب ويستجمع ويوحد ويؤلف ويجمع الجميع فيه والتدبير الخلاصي كلمة ايكونومية كلمة يعني معناها بيت او دار نومية يعني معناها تدبير عشان كده بيقولوا ايكونومية يعني معناها التدبير لها معنين في المفهوم الكنسي التدبير المقصود بيه تدبير الخدمة اللي بيقوم بيها الاباء القادة او تدبير الخلاص ايكونومية الخلاص اللي عملوا المسيح يسوع الإيمان بالمسيح ومعرفته هي أسمى شيء في الوجود الإيمان بالمسيح ومعرفته هي أسمى شيء في الوجود والمقصود الإيمان ليس الإيمان العقلي لكن الإيمان الاختباري أعرف المسيح ودوقه وعيش معاه وأتحاور معاه وأتكلمه إياه وأسمع له هي دي معرفة العشرة ومعرفة الخبرة اللي بنعرفها من خلال الإجبية ومن خلال الليتورجيات ومن خلال الكنيسة هو التأديس ذاته المسيح هو الحياة بذاتها المسيح هو الفرح ذاته المسيح هو النعمة نفسها المسيح وهو مدبر الكون كله هي الإيكونومية لأنه هو أحبنا وقبلنا وصالحنا وفدانا وأنقصنا وانتشلنا ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي لم يدعنا عبيد ولكنه سيارنا أبناء لم يدعنا أبناء لكنه سيارنا ورسا لم يدعنا ورسا بل قد سيارنا شركاء معه في المجد الأبدي رقانا ونقلنا وطورنا عشان كده المسيحية ليست مجرد أفكار وأيدولوجيات ولكنها خبرة حياة والإنجيل الإنجيل اللي عايز يدوقه يدوقه مصروحا بالآباء حسب تفسير الآباء اتنين معاشا في القديسين ثلاثة مختبرا في الليتورجية واحد مصروحا بالآباء تفسير المفسرين الآباء حتى مش كل واحد على مزاجه التفسير الذاتي أو التفسير الشخصي أو الآية الوحدة أو الفكرة الوحدة أو الانتقاء في الأفكار تفسير معاشا في الآباء مصروحا بالآباء ومعاشا في القديسين القديسين عبارة عن أيقونات وسائل الإضاح عاشوا الإنجيل وتمتعوا بالمسيح الفادي أيضا بندوقه في الليتورجية والعبادة وبالمناسبة في محاضرة مهمة موجودة على اليوتيوب بتاع المدرسة كيف أن الليتورجية كيف أن الأداس والإبصال مضية والعبادة الكنسية تحفظ العقيدة وتجعل هذه العقيدة معاشة يعني ما تأخذونيش لو اللهود بتاعنا والعقائد بتاعتنا اتصاغت وتركنت في كتب عرف ممكن تتنسي أو تبهت لكننا نرددها في العبادة بنرددها في الليتورجيات لما نقول أمينة مين بموتك يا رب نبشر لما نقول اجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نكون جسدا واحدا يعني إحنا جسد مش رمزي إحنا جسد حقيقي كلنا قرائب كلنا أخوات فعلا وروحا واحدا كلنا روح واحد فعلا لأن إحنا جسد كلنا مع بعض والمسيح هو الرص وإحنا كل واحد مدام عضوه في الجسد إيد أو عين أو واتفر إيه هو يبقى كل واحد فينا سمحوني ما يبقاش عالي على الجسد لا يبقى له ضروق دوره الوظيفي والحركي ما ينفعش يبقى موجود في الكنيسة متفرج موجود في الكنيسة أبقى بجمع أبقى بوحد أبقى بألف أبقى بصالح أبقى بنتج ما بقاش مجرد مستهلك لذلك الكنيسة بتاعتنا كنيسة حية بشكرك من أجل الدرس ده وأتمنى أن يكون هناك تحضيرات جديدة ودايما نتعلم من الأبحاث والدراسات بتاعتكم حاجة نفخر بيها ومحفز أن احنا نعمل كمان حاجة جديدة شكرا جزيلا